أكد المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدعم الكامل لمجلس النواب الليبي ودوره في قيادة الحوار الليبي الليبي باعتباره السلطة المنتخبة من جانب الشعب جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جبالي أمام الجلسة العامة بمجلس النواب لإحاطة المجلس بالزيارة التاريخية التي قام بها على رأس وفد برلماني إلى ليبيا زيارتنا إنما تأتي في إطار تاريخ طويل وممتد وراسخ بين مصر وليبيا قوامه الأساسي الأخوة والتكاتف ووحدة المصير وهو النهج الذي تستند إليه القيادة السياسية المصرية خلال تقديمها كافة أشكال دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا حيث لم ولن تألو الدولة المصرية جهداً لدعم مصاري التسوية السياسية للأزمة الليبية انطلاقاً من ثوابط راسخة لا تقبل التجزئة ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم وبناء مؤسسات الدولة الليبية ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية وقد عبرنا خلال زيارتنا عن دعمنا الراسخ لمجلس النواب الليبي ودوره في قيادة الحوار الليبي الليبي باعتباره السلطة المنتخبة من جانب الشعب الليبي ترجمة نانسي قنقر